وينما رحت وأكيد وينما التفتت بهالأيام أكيد رحت تصادف شخص كان مرشح أو حتى مصاب بالقريب أو معه جيوب أو ربه تحسسي وما إلى ذلك فبفترة تقلب الفصول وتحديدا بهذا الوقت تقريبا تكتر حالات المرض والعدوى بالإنفلونزا وخاصة يعني مبارح شهدنا بتوقع رغد أربع فصول بيوم واحد يمكن يعني هيك فتصرت نظامي مطر ورعد وكل شي يعني أنا نفدت بصراحة كده فقاتي بعك بحرمي وقربوا وعلى سهولة الإصابة يمكن بالإنفلونزا لأنه الشفاء مننا بيطول وبيطلب عناية خاصة ولأنه صحتنا مرتبطة بنوعية غذائنا فأكيد رح بيكون إلا دور بشفاءنا من الإنفلونزا والأمراض التانية هذه اللي رح نعرفه ضمن فقرتنا لليوم مع ضفتنا اختصاصية التغذية ثواب الغبرة اللي صارت معنا رمضان كريم وأهلا وسهلا بحضرتك ولو عليكم أكرم يا رب ميت أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك يعني هلأ كنا عم نحكي أنا ورغد عن هاي المشكلة اللي عم بتصيب معظم الأشخاص وفعلا للأمانة يعني هي شغلة مزعجة جدا ويعني أبعرف تدي إليك بتخربط لك بتعطي الإنسان ع حياته ريزامي لا النوم فيك بقى ترتاح فيه لا الأكل فيك تستمتع فيه لا القعدة يعني لما بتمسك هك العبسة خلاص بقى يمت عن هيك وسددان النفس تماما فكس فهذا بيقول لك الت تيام بيقود إنسان عن جد بيستقصر من حياته بيقول يعني إذا بس أنت تبرو البسيطة ممكن يعني بتصيب بفلان كل العالم ما بتخوف كما يقال ولكن بنفس الوقت كمان مزعجة فخلينا نحكي عنا أسبابها كيفينا نتصرف معها كيفينا نقي حالنا ممكن من الإصابة من الإنفلونزا لأننا بالعادة نحنا نحكي عن الهي وقت بيفوت علينا الشتاء يعني الشتاء أو هالأمور بس أنا بلاقي إنه رشح الربيع أو رشح أول الصيف أصعب من رشح الشتاء مصبوط لأنه هو عبارة بيفوت فيه عاملين غير التقلبات الحرارية بيفوت فيه العامل التحسسي وهو اسمه الهيجان المناعي يعني بيكون عنا رشح النوعيد وسببه غير الرشح الفيروسي الرشح التحسسي حتى لو ما كان الإنسان عنده أعراض تحسس كتير عالية فما بيعرف يميز إنه هو سبب الفيروس ولا سبب التحسس هذا السيلان الأنفي والأمور هاي غير هيك إنه الإنسان وقته بينسد نفسه غير إنه بيتعكر مزاجه بيروح تركيزه بيضرب عن الإقراض خربه هاي كلياته كل وظائفه بالفعل عندك يعني بيجمد يعني مثل ما بيقوله بيستقصل ثلاث يام من حياته ما بيحسبها من عمره رغم إنه هو مرض ممكن تعاطى معه بكل هاي هذا إذا كان ثلاث يام كمان وملفدنا منه ومعروف نحنا نحنا نقول القربات الربيعية تحسوسية بتستمر أكثر من أسبوع سبوعين لأنه هي عبارة عن جهاز مناعي وليس غيروسي فهوني جاي نركز نقول شلون بتفرق شلون تطلع منها هالحالة شلون تلقي حالك شلون ما تفوت كلا لصة هاي كلياته فهذا الأمور هاي فنحنا بالبداية أول ما بيصير عنا نحنا في شوية رياح أو هيك حاول أنت نحنا هلا كتير نحنا طالعين الفترات كل بيوتنا فيها كمامات أول شيء طلع ملحة كمامة مولا أنه العدوة وهي قولوا لك أنت مأنفو هاي أنت بتحمي حالك من الغبار طبع رياح الربيع رياح الربيع مؤزية شوي لأنه غيرتغنية بغبار تطلع وبتهيج جهاز المناعي بشكل كتير عالي فمشان ما نفوت بهالحالة هاي حتى لو أطفالك أو حتى هي طالع على وظيفتك عدوامك هيك شقفة كمامة إذا شفت الرياح شوي عم تلعب لأنه هاي حتما عندك ياها هتعمل عندي ياها تحفيز الجهاز المناعي تطأ ضعف عن الحال الطبيعي اللي أنت فيها عندما أننا لشي حسينا بلشت فئنا الصبح لقينا رغرغة لقينا شيء لأنف عم يسيل هالأمور هاي كلياتا أول شيء أنا بقول عندك ياها حف عندي إياهم قطين من هدولة تبعات كريمات المفاصل الكريم المفاصل عندنا ياها موسع ويعاي فبيتوسع الوعاء ما بيسد أنفك أعرفت كيف عليه رغم أنه فيه ناس بتتحسل فينا وبتحرقها مثل الفيكس هدولة تبعاتك كانوا أول سموا المفاصل هذا فورا إذا فئت لقيت عندك فتحت نفسك هيحرقك شوي جلد فيه ناس تتحسل جلد يقول الناس الكثير جدا حساس لكن مثلا أردبت الأنف في جلدها أسمك من الوش تماما بقدر تتحمل الحرقة لكن هالحرقة هاي بتعملك فتح للأمور هاي الزكمة هي الأفضع شيء بالموضوع يعني أنا مشان أتعاطى معها مشان فوت أكسجين لإلا دماغي له الأمور هاي واصل القصة لسعال شديد جدا عنا ياها واصل هسان شفت الولد عم كثير عم يسعلوا هاي هذا الدهن عندها قبل النوم على منطقة الصدر على ريش الصدر العلوية هون والمقابل لألب الظهر هخلي حدا أيها كمان بتفتح وبتخفف السعالة بس مو يعني أنا حطها قدام أنفي وتحسس منها وفي ناس بتحسسوا حتى من ريحتها هي ريحتها قوية لكن أنا هاي بتوسع الأوعية هاي وصفة خفيفة بالأمور هاي وسريعة فورا تعد أربع خمس ثواني بتفتح بتخفف السعالة فورا تماما هاي بالنسبة لإلنا هلأ الشي اللي بهال قصاب القريب وإجاد تحسس والأمور هاي كلياتها هاي هلأ فورا فورا أهم شي لإلى المشروبات الساخنية شو ما كانت تكون هلأ بيهمني أمرهم ما في شي بارد يفوت على الرواية يعني كوكتيلات قصاص ممنوع ما بدي لعصايا ولا شي وهلا نحن عنا في غلط شائع بالإنفلونزا إنه نعمل لمناضة اللي مناضة نص سكر ترفع العاملة إتهابي وتروح كل الأثار الجيدة للليمون صحيح المي والليمون عنديها إذا كان فيه جريب أما إذا رافقته سعلي بالفيتامين سي بيزود السعلي وهي الأغلاط الشائعة بتتعاملنا مع الإنفلونزا نحن إذا أخذنا فيتامين سي فنحن يمكن عم نخرج المجرد التنفسي أكثر؟ نتقشت جهاز المناعي فبيزيد السعلي بتزيد البلغم هلأ في شي نحن عم نفصل فيه إنه أنا مزكين وفي شي أنا عم بسعور سعلي تحسوسية وزكم أو سددان أنف وإثنين بيترافق وأحيانا بنفس الحالي حابك علي السعلي إياك من مركبات العصاير والفيتامين سي لأنه بتنشط لك الأموبة بلايون اللي كروع وحطولك مي وسكر واندك ياها فوضتوا بحالة يعني إذا كانت تحسوسية فوضتوا بحالة إنه بتصامدوا يعني أنا أصل أحد العالم بس تصير معي فلا بشرب فيتامين سي لأنه هاي الأغلاط الشائعة أو ببعصر برتقال وبقول فيتامين سي هو أحسن شي وهيك يعني هكترب بهاد الشائعة إذا سعلي تحسوسية إياك من فيتامين سي لأنك حكم الشطر تماماً؟ نحن شو منقول أهم شي لتهدي نحن قلنا هاي الوصفات الفيزيائية اللي حكينا عليها ولي بيهدي بالنسبة لإنه البابونج مع كبش لقرنفول أو مادي اسمه عنا لبان الدكر مشكلتي باللبان الدكر إنه هو شديد المرار ما فيني أنا أغليل تقطوا هالأمور هاي كلية أطلاقاً منزع لي كل الشربي لكن إحنا بنقول كبش لقرنفول إذا نغلى مع بابونج عندي ياهو إجا ساخن على الرواية كمان بيوسع القصبات جداً رائع جداً لفتح الهيو بيخفف السعلي التحسوسية اللوبان بيخففها على أضعاف مضاعفة خاصة إذا وصل الولد لحلات لحي يعطوه بقى رزاز تماماً؟ ومشكلتي مع الرزازات المستمرة للطفل بتروح نموه طولي فنحنا بننتبه إنه ما نبلش نبلش نعطيه اللوبان من هاي يعني يخف يصير انتظام مناعي لأنه هاي الحالات عنا ياها هي هيجان مناعي بروح بيعطولي منشطات مناعة فنحنا بنصير نوع بالهجمات بسرعة سيقول لها شي بتغير طاقص أو أي شي بالولد بيوع بهال مطاب هار فنحنا عنا هاي القصطين هاي الأغلاط الشائعة إنك تميز بين رشح وسيلان أنفي وبين سعلي أو بلغم مسكر الصدر الاثنين بيخنقوه لكن كل واحد علاجها شكل يعني إذا قلنا نحنا بهاي الفترة فيكتر ناس عم بتعاني من كورونا يمكن فيكتر ناس عم بتعاني من أبراد تحسوسية ومتل ما حكت سارة قبل شوي أنه بنفس اليوم عم يجي أربع فصول صبح شوق الضهر مثلاً الجو ما بتقدري هيك تعدي تحت الشمس مثلاً مطار وريح وكذا فهي التقلبات يمكن بتعملنا أنفلونزا وبتعملنا كتير قصص ثانية وبتعملنا تحسوس للأشخاص اللي عندهم تحسوس بالجيوب أو القرنيات أو هاي القصاص والناميات خلينا نحكي بموضوع كتير مهم اللي هو كيف أنا بقدر إرفع مناعتي الداخلية لحتى تكون جاهزة لهي الأعراض اللي بتصيبني بتقلب الفصول وتقلب الجو بحيث أني أنا يكون عندي مناعة كتير منيحة وجسمي مستعد تماماً شوال عناصر الغذائية اللي بتدعم جسمي بهذا الوقت من السنة وبجميع الأوقات من السنة يعني أنا كيف بقوي مناعتي الداخلية هلأ في حال أنا ما في عنا ما عندي أي إصابة ولا عرض ولا أي شيء معين مادة الزينك بالنسبة لأنها مادة رائعة للانتظام المناعي فيتمنسي رائع على رفع المناعة لكن أنا وأكتصى بالقصة هو في أشياء عندك ياها نحن أمراض مرفوعة في المناعة وعم تسبب إفرازات بلغمية لا هذا ما يفضل حالياً يتاخد هلأ من أكتر شيء اللي بيهمني أمره رفع المناعة بمادة اسمه الزينك وفايتمين دال عنا مثلاً قطعة زبدة لولد بيقرب كتير مثلاً قطعة بيضة مثلاً الزبدة مثلاً غالية في عنا البيضة عنديها ينقلة بشيء اسمه لية الخاروف هذا بيفعله مخازن بيتمين دال بجسمه فهذا التير رافع للمناعة غير إنه بيحسن نموه ويلوصف بعطية للأطفال اللي بيتعرضوا عنا ياها فترة عالية من الرزازات بخاخات والكورتيزون عشان ما يتأثر طولهم وفي لاحظة اللي عم يغضبها بيصير وشهم قمري وبيصير عندهم ما بيسابقوا رفقاتهم بطولهم النمو طولي صحيح 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 مرغم إنه الدئين قاطة بعد طلع على أبو أمه وموريسات وطول عنده ياها عالية فنحن إنا مادة فيتمندال ومادة الزنك للانتزام المناعي حتى ما يصير عمنا هجمات تحسوسية خاصة للأطفال اللي بتتعرض لهي القصص هلأ جينا عنا ياها عم يتقلب الحرارة وهالأمور هاي أنا بطلب كمامة إنت طالع بدك تطلع عندك مش وقت عندك ترويح بالليل طالع في هواء حط كمامة يا عمي أهم شي ما يدخل مجرى الهواء البارد على منطقة الجيوب هون هون الاختلاف الحراري بيعمل هون هيجان مناعي مع شوية غبار طلع مع شوية غبار عند ياها تفعت المناعة المناعة وقت ترتفع بتنقص بأراني تاني بتنقص بمفاصلك تنقص بجهازك الهضمي هاي هون بدك تنتبه انت خلص حط كمامة دايتين هالمشوار الله بيعينك عليها حسيت انه جوه عندك بارد صاير برا هاي حاول هيك بس بي 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 بأي شيء من عندك اوقات تقول الشاب كاسة مي يمكن قبل ما تطلع على جو مثلا مختلف عن الجو هل معلومة صحيحة؟ طبعا التوازن السوائل عنديها جدا رائع بس نحنا نحنا نقول التوازن السوائل إذا أنا مثلا صايم أو أنا هالأمور هاي كلياتا التوازن السوائل حتما بيعمل انتظام مناعي الإنسان اللي ما بيشرب مي حتما جهازه المناعي مو مبرمج على اي شيء نحنا بنقول عنا شهرتين بتخربة الدنيا بالمناعة هو السكر ويحنا عنا الخطأ الشائع بيعملو له كاسة لمناضة نص سكر لك يا عمي اللي أخدته فقطة عشرة بالمية من هالليمون روحته انت بالسكر عندك ياه يوم انت بترشح ايجاك حدا عاملك عصير فيه عندك ياه سكر اللي تكبه بالبلوعة لأنه رفعت شيء اسمه العامل الاتهابي بجسمك تبصو العصير الأحسن بهذا دورك؟ مي وعصرة ليمون إذا مرشح والسوائل الساخنة يعني مرئة جاج يعني يسلقو لك جاجة وشربوك مرئتها يفوت بخارة معه يعني يحطو لك قطعة غارة عندك ياهة مثلا ألفة هالأمور هيتفتح المجاري هاي عم نحكي مو عم نحكي عن البنافر هاي أفضل من هي عصير آخر بالضبط هاي الشوربات كتير مريحة حتى والإنسان هو عم ياخدها بيحزة لعين ورتاحة هاي الأهم شيء إذا حكينا عن المشروبات وذكرنا البعض هل هذا الشي كمان بينطبق على المأكولات الوجبات اللي ممكن يتناولها؟ إن كان هل عم نحكي مثلا بفترة الصيام على الأفطور أو الأسحور أو بالأيام العادية في أكلات معينة بتهيج هاي الحالة؟ إذا كان في بلغم وفي مخاط كتير عندك ياهة الأجبان والحليب ومنتجات الألبان بتعمل زيادة لإفراز البلغم هاي بنا نحاول نقلل منا حتى لو مطبوخ لبن مطبوخ قديش مريح لبن المطبوخ عندك ياهة بس هو بيزود الإفراز البلغمي لكن أنا بقول مرقة الجاجة أفيد بهيك حالي عندي إياها خاصة إذا نحط لها شوية قرفة وشوية تغارو هالأمور هاي المهم عندي مادة الكركم هذا إذا تدوب بزيت زيتون ونحاط عندي إياها هذا بوقت العامل إيتيهابي تبع الرشح التحسوسي يعني هاي إذا وصفة بنحط شوية عندي إياها معلقة كركمة بقلب شوية زيت ما بدك هيك سفيت المعلقة بعدها زيتونتين أو معلقة زيت هاي بتوقف العامل الإتهابي فوراً بتطالعك من المرض بسرعة النقطة التانية كمان هي الوصفة زاتة للوقاية الناس اللي عندها تغيرات وعند إياها وعندها طفل بقابلية هالأمور هاي كلها الشيء التاني اللي كمان بنظم المناعة إنك تقطع العجين ليلاً يعني فيش الكربو أخو السكر يعني أنا بالنسبة لإلي هذا عامل إتهابي شديد بيعمل بلغم كمان ليلاً اللي عندها هجمات سعلة وبتدخن وبيجي الهجمة ليلاً أول شيء تعمل وصفة الفيكس نحنا اللي بنا نقول عندك ياها على منطقة الصدر وعلى منطقة الظهر النقطة التانية حبكة السعلة جداً جداً عند إياها حدا يدلك له من أحبابه ومنطقة القدمين هاي بتخفف المشاط الدورة الدموية على منطقة القصبات فبتخف عندك ياها هجوم السعلة المتتالية أحياناً بتخنئ أحياناً الفكرة الثانية عندنا مادة الخس مادة الخس كتير رائعة جداً لتخفيف نسبة البلغم بالمجاري التنفسية صلاطات فيها نسبة خس عالية جداً كتير رائعة بهيك نظام بيزائي بقطع العجين ليلاً مشوبات شوربات ساخنة ما نحاول نفوت ألبان أجبان السكر كتير ممنوع بيهي لأنه بيزود العامل الالتهابي خافض الالتهاب هو الكركم مع الزيت هتلاقي حالك عديته بكل هدوء سكر أنفاك عميل متل ما اتفقنا على هالقصة هاي كلياتا دخل الأكسجين مدما رجعت دخل الأكسجين بالنفس بالنسبة لألك جسمك مدما رجع له أكسجينه عافيتك يوم يومين بترد أما طول ما هم سكر وهالأمور هاي وهالبلغم والمخاطم سكر التنفس هيزيد الطول عليها حتى ما نعديد طول كمان يمكن في أخطاء شائعة عم تشوفها مثل ما حكايتي الليمونادة هي في سكر نسبة يعني الليمون مفيد ولكن السكر سيئة جداً يعني أنا كتير مؤزية هاي الوصفة صح يعني اللي بيحط لك وكتير ناس بتقول إنه لا تعنع من المناضة حليه بعسل هلأ فاقتك إذا بدك تشربه بتشربه لا بعسل ولا بشي حامضية على معدتك روح لاقي شي صاخن يفتح لك مجرد أما لا تفوت شي نقوم من الرمض للعمى يعني زودت عاملك الالتهابي هذا غلط ما سفدنا شي يعني لا لا أغدا كثير خطاء شائعة يمكن نحكي عنها بشكل عام عم بتكون عم بتسبب مثلا زيادة بالأعراض أو عم تخلينا نحس بأعراض زيادة عن نحنا متعودين عليه يعني يمكن نحنا بنعمل هاي الاجراءات لنخفف بتقوم بتزيد بعيدا عن تدخلات الدوائية يعني نحنا جسمنا صحطنا بما نأكل بالغداء بالشغلات اللي مدخلة على جسمنا شو هي الأخطاء الشائعة اللي لازم العالم تبتعد عنا ومعروفة يعني بفكرة الإنفلونزا حصرا بهذا الوقت من السنة هلأ فاتل قريبة على البيت قرب واحد بالبيت تماما هلأ بيعزدو مثل الحصر الدولي تبعوا هيك وهمن عفتنا بيعطاء شائعة وهنن عم يتعاطوا معه أكتر مما هنن لو عم ياكلوا بنفس صحنو الأهم شيء عواض ما تعزله لها الزلمة وتخاف من الاضطراب لأله ومن نفسه ومن هالأمور انت هلأ بدك تقوي مناعتك لها بأول ما يتقرب أي إنسان بالبيت حتى ما ينتقل له العدوى روح عندك يا هروح خوض أرص زين وعندك فسطوم مع زيت زيتون هذا بيمنع لك حتى لو دخلوا هاجمك ميكروبات ولا هذا الإنسان انت سد منيع تماما هلأ ما بنسى وصفة الكركم والزيت بس انحنا التوم وقت بيهده يهجم هلأ في وصفة من الطب الصيني رغم انه انا ما كنت أعرف آمن شو آلا أليتها العلمية لكن لقيتها كتير رائعة بيقولولي قطعة من Pulau قطع تدخل أجistani في زوايا البيت وقت يرشح أي إنسان بالبيت تماما مادة البصل ما دي مازل الميكروبات بشكل رهيب جدا يعني مثل فيلتر لك حتى لو كان الإنسان عايش معك في نفس القوضة تماما فهلأ بيقولولي ريحة وما ريحة وهالأصاص أنا ممستعدش من ريحة بصل ولا قرب قريب أسبوعين وعناء أسبوع أو أسبوع ومص الفكرة لها أساس علمي لأنه وجدوا فيه زيت طيارة عندك ياه فعلا الميكروبات تبعات الإنفلونزا والأمور هاي تهرب منه تهرب منه بشكل كتير رهيب النقطة الثانية الإنسان اللي بيسافر فيه الناس بتتعرض للإنفلونزا لوقت بتسافر من بلد لبلد بتغير عليها التقص هاي لا أول شيء وقت بتوصل لأي بلد تأكل قطعة بصل من هذا البلد لأنه البصل بيكون عنده معدل مناعيا بضيوسات هذا البلد لو هي وصفة يمكن ما حدا بتستسيرها كل هذه بس انتبتخن حالك لكان ليش الإنسان وقت بيروحوا على الحج وقت بيروح قريباتهم قاتلة لأن الجراسيم عالمية بين كل أقطاب وهي فبليائي نزل فيه على درجة مضاعفة أكثر من تبع بلد صحيح كتير مهمة هاي فهي إحنا بطلع من المطار لو عابل فندو أول هي مشان مناعتك مشان ما ترجع لأنه فيروسات هذا البلد غير بلدك وانت مو معدل مناعيا أنت أنت أخذ مناعة بلدك وأكل جو بلدك وحرارة جسمك كمان متعودة على الشيء هاي الأمور هاي الليات إن شاء الله بتفيدهم هاي الأمور بيحمي حاله من هاي لأنه الإنسان أهم شي ما تتعطل أهم وقت لا يفهل إليه هي التغذية الأكسجينية مدما قل نفسه حتى من طلع الدرجة لا سمح الله بيقل تركيزه ما بالك الإنسان ثلاث أيام بيتعرض لربع الأكسجين بالرشح عن الحال الطبيعي ونحن أساساً نتنفس من الطبقة السطحية لرئتنا ويجي تلتاك كمانين أصغر شو صار بالدماغ التروية الإكسجينية؟ طيب هلأ كيف فينا نفرق يعني نعطي شوية معلومات للأشخاص اللي عم بيعانوا من بعض هاي الأعراض كيف فينا نفرق بين الحالة الطبيعية يلي بتمرق ببعض هاي الوصفات اللي حضرتك ذكرتية ممكن تمرق الأزمة وبين الشخص يلي بتستدعي حالته مراجعة طبيب مثلاً وعنده مشكلة صحية يعني فيه أشخاص مثل ما ذكرتي السعلي بتكون سبباً مراضي كيف أنا بدي فرق أنه أنا هون لازم شوف دكتور بوقف موضوع الفيتامين سي والكركم وهي القصص لأنه يمكن بحالتي أنا ما تفيدني بالأعراض لأنه فيه أعراض فهان الله مثلاً أنا كل دقيقة الواحدة في أربعين ثانية أنا عم بسعر عشرين ثانية لأخذ نفسي هو عم سالي عم نمتي؟ ما عد فيه لعبة هذا بدك تحمل حالك فيه رزاس بده يفتح بده يفوت شيء عليك يفتح المجاري لأنه هذا وبعدين سالي القباضة لمنطقة الظهر لمنطقة الكولون لمنطقة بتكركب كل منطقة الجزع من أسفل الظهر لآخر منطقة بالكتف هاي قديش هموجيدة على القلب يعني يحس الواحد كأنه طالع مثلاً طاب أين من وراء ساعتين ثلاثة متثاليات؟ على كل أحوال هاي الأعراض بتبين ما بتخبي حالها لكن نحنا متعودين على إنه الرشح مرض واحد هو سبعين ألف مرض بأعراض واحدة سبعين ألف فيروس يعني هو هاي المشكلة مرة نفدت معي ثالثة نفدت معي أحياناً سابعة ما بتنفد معي بحسة شو قصة هذا القريب؟ صدحني صدح لأ في إنا إذلك نحنا أعراض متشابهة لأسباب مختلفة والبرجعب والقريب التحسسي غير القريب تبع الفيروس في تبعك عندك غير مثل الرمو في رب العدوة وبنتعامل معه كله لنفس الأمور التقليدية وأغلاط ما هب ودب فيها صحيح وبنغض النظر يعني مثل ما بيقولوا مرض صعي هو بسيط على عنوانه كبير بمفعوله ولكنه سبب وفيات أكتر من كورونا يمكن القريب سنوياً بيقتل نسبة من الأشخاص أكتر من كورونا يمكن نتطور لألتهاب رئوي هذا هو وإذا كبير السن عبه شوي البلغاً بصدره وأساساً وظائف القلب تبعه عنده ياها وانخفضه ووظائف الرئى أخذته صرنا بمكان تاني يعني شكراً كتير لوجودك يعني ما بنمل من حديثك دكتورة وأكيد في لقاءات خادمة رمضان كريم عليك يا رب وعليكم يا رب إن شاء الله العافية لكل المشاهدين رمضان كريم يعطيك ألف عافية يا رب يعني مشاهدين أكيد في الضل الوقاء